التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني أوردت المادة 2 من نظام المحكمة التجارية السعودية بعض الأعمال التي تعتبر من الأعمال التجارية وعددت هذه المادة الأعمال التجارية فقصمتها إلى أعمال تجارية منفردة وأعمال تجارية على سبيل المقاولة فالأعمال التجارية المنفردة هي شراء منقول لأجل إعادة بيعه أو أعمال الصرافة والبنوك أو عمليات السمسرة أما الأعمال التجارية على سبيل المقاولة مثل مقاولة الصناعة ومقاولة التوريد ومقاولة إنشاء المباني ومقاولة الوكالة بالعمولة ومقاولة النقل فكل هذه الأمور تعتبر من قبيل العمليات التجارية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل ورضت الأعمال التجارية التي عددتها المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على سبيل الحصف أم على سبيل المثال؟ من الواضح أن التعداد الذي ورد في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية ورد على سبيل المثال لا الحصر حيث أن الحياة التجارية متجددة وكثيرا ما تطالعنا الحياة التجارية بأعمال تجارية لم تكن معروفة منذ قبل ولا يستطيع المشرع مهما بلغ درجة يتنبؤه أن يتنبأ بجميع العمليات التي سوف تنشأ في المستقبل حيث أن الحياة التجارية كما ذكرنا حياة متجددة وحيث أن المشرع لم يضع لنا معيارا للتفرقة ما بين العمل التجاري والعمل المدني فإن فقهاء القانون هم الذين أخذوا على عاطقهم محاولة البحث عن هذا المعيار ووضع هذا المعيار كي نتمكن من التفرقة ما بين العمل التجاري والعمل المدني فنجد أن فقهاء القانون وضعوا لنا أربع معايير المعيار الأول وهو ما يسمى بمعيار المضاربة المعيار الثاني وهو ما يسمى بمعيار التداول المعيار الثالث وهو ما يسمى بمعيار الحرفة التجارية أما المعيار الرابع فهو ما يسمى بمعيار المقاولة أو المشروع ودعونا نفصل القول في كل معيار من هذه المعايير المعيار الأول وهو ما يسمى بمعيار المضاربة فما المقصود بالمضاربة؟ المقصود بالمضاربة هي قصد تحقيق الربح فالتاجر لا يبغي من وراء القيام بالعمل التجاري إلا تحقيق الربح فإذا كان قصد التاجر أو قصد الشخص من العمل الذي يقوم به تحقيق الربح نكون أمام عمل تجاري أما إذا لم يكن قصده تحقيق الربح وإنما كان قصده تقديم خدمة لشخص عزيز عليه أو تقديم خدمة للدولة أو لأبناء وطنها فلا نكون أمام عمل تجاري لأن المال أو الربح هو عصب الاقتصاد أو عصب التجارة فلكننا لا نستطيع أن نسلم بهذه النظرية على إطلاقها لأن هناك أعمال مدنية تتم بقصد تحقيق الربح أو بقصد المضاربة ولكنها من قبيل العمليات المدنية وليست من قبيل العمليات التجارية فمثلا عمل أصحاب المهن الحرة مثل المحامي والطبيب والمهندس والمحاسب والصيدلي كل هذه الأعمال تتم بقصد المضاربة أو بقصد تحقيق الربح لكن مثل هذه الأعمال تعتبر من قبيل العمليات المدنية وليست من قبيل العمليات التجارية أيضا شراء العقارات لأجل بيعها فهي تعتبر من قبيل العمليات المدنية فالتعامل في العقارات هو من قبيل العمليات المدنية وبالرغم من أن شراء العقار من أجل بيعه يكون القصد فيه تحقيق الربح إذن لا تستطيع نظرية المضاربة أو معيار المضاربة أن يفرق لنا ما بين العمل التجاري والعمل المدني كما أن هناك أعمال لا تهدف إلى تحقيق ربح ومع ذلك تعتبر أعمال تجارية كسحب الكمبيالة أو الشيك أو السند الإزني فمثل هذه الأمور حينما يسحب التاجر شيكا أو كمبيالة أو يحرر سندا إزنيا لا يكون قصده تحقيق الربح وإنما قصده تسيير معاملاته التجارية بسداد ديونه أو استفائها وهذا ليس فيه قصد تحقيق ربح كذلك حينما يبيع التاجر السلعة بسمنها من أجل الترويج أو الإعلان على السلعة أو أن يبيع التاجر السلعة بأقل من سعر تكلفتها حينما يشعر بأن هذه السلعة سوف تنخفز سعرها في المستقبل فمثل هذه العمليات لا تستطيع أن تفسر لنا نظرية المضاربة أو معيار المضاربة لماذا تعتبر مثل هذه الأعمال التجارية بالرغم من أن ليس فيها قصد تحقيق الربح لذلك لقى فقهاء القانون التجاري إلى نظرية أخرى لعلها تستطيع أن تفسر لنا كيفية التفرقة ما بين العمل التجاري والعمل المدني وهي ما تسمى بنظرية التداول فما المقصود بالتداول؟ المقصود بالتداول تداول الصروات أو الأموال من وقت خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك فالسلعة تخرج من يد المنتج إلى يد تاجر الجملة ومن تاجر الجملة إلى يد تاجر التجزئة ومن يد تاجر التجزئة إلى يد المستهلك فهذا هو ما يسمى بالتداول فالأعمال التي تتم بهذا الشكل تعتبر أعمال تجارية بينما الأعمال التي ترد على الصروة قبل تداولها أو بعد وصولها إلى المستهلك تعتبر من قبيل الأعمال المدنية على سبيل ذلك المستخرجات التي تخرج من بطن الأرض فمثل هذه الأعمال ليس فيها تداول والمنتجات الزراعية أيضا ليس فيها تداول فتعتبر من قبيل الأعمال المدنية ولكن هذه النظرية لا نستطيع أن نسلم بها نظرا لأن لها عيوب فهي غير قافية حيث أن هناك أعمال تعتبر تجارية رغم أنها لا تنطوي على تداول السروات كالتزام التاجر بالتعويض عن الأفعال الضارة التي تتعلق بتجارته وهذا ما يسمى في القانون بالمسؤولية التقصيرية فإذا ارتكب التاجر خطأ سبب ضررا للغير التزم بتعويض هذا الغير عما أصابه من ضرر فلو أن سيارة نقل البضائع التابعة للمصنع صدمت سيارة أخرى من الخلف وكانت هي المخطئة فالتزم التاجر بتعويض السيارة التي تم صدمها عن الأضرار والتلفيات التي حدثت بها فالتزام التاجر في مثل هذه الحالة والتزام تجاري بالرغم من أن ليس فيه تداول كما أن هناك أعمال أخرى تتم في شكل تداول ولكنها تعتبر من قبيل العمليات المدنية فمثلا الجمعيات التعاونية التي تبيع السلعة بسعر التكلفة خدمة لأعضاء هذه الجمعية فلو أننا افترضنا أن جامعة الملك خالد قامت بإنشاء جمعية تعاونية لبيع السلعة الاستهلاكية أو السلعة الغزائية لطلاب الجامعة ومنسوبيها بسعر التكلفة فمثل هذه الأعمال يتم فيها تداول السلعة حيث أن الجمعية تشتري السلعة من يد المصنع أو المنتج وتبيعها للمستهلك وهم منسوب الجامعة وطلابها ولكن ليس بقصد تحقيق الربح وإنما بقصد تقديم خدمة لأعضائها فمثل هذه العمليات تتم في شكل تداول إلا أنها تعتبر من قبيل العمليات المدنية وليست من قبيل العمليات التجارية لذلك لجأ فقاء القانون التجاري إلى وضع معيار آخر أو نظرية أخرى وهي ما تسمى بنظرية المقاولة أو المشروع فما المقصود بنظرية المقاولة أو المشروع؟ تقرار القيام بالعمل استنادا إلى تنظيم مادي كعمال التوريد والنقل العمل التجاري يمارس في شكل متكرر فيقوم به الشخص مرة واثنين وثلاثة على سبيل الاستمرارية والدوام فإذا مورس العمل في هذا الشكل كنا أمام عمل تجاري ولكن هذه النظرية يعيبها أنها تعتبر بعض الأعمال المدنية أعمال تجارية كالأعمال الزراعية حيث أن الشخص يقوم بها على سبيل التقرار فإنها تتم في شكل مشروع كذلك مهنة الطبيب والمحامي فإنها تتم في شكل مشروع لأن الطبيب والمحامي يأتي بمكان بمقر ويجهزه بما يلزمه من عدد وموظفين وآلات ومهمات ويقوم بهذا العمل على سبيل التقرار ولكن عمل الطبيب وعمل المحامي وعمل المحاسب وأصحاب المانو الحر أعتبر من قبيل الأعمال المدنية وليست من قبيل الأعمال التجارية كما أن هناك بعض الأعمال يعتبرها القانون التجارية حتى ولو وقعت لمرة واحدة كشراء المنقلات بقصد إعادة بيعها وكذلك الصمسرة فعقد الصمسرة إذا قام الشخص بالتوسط للتقريب ما بين وجهات النظر لمرة واحدة في حياته اعتبر هذا العمل عملا تجاريا بصرف النظر هل تم في شكل مقاولة أم لا النظرية الأخيرة وهي معيار الحرفة التجارية فما المقصود بمعيار الحرفة التجارية أن العمل التجاري هو الذي يتم من خلال احتراف التجارة كحرفة للشخص فإذا احترف الشخص القيام بالعمل يعتبر ذلك عملا تجاريا أما إذا قام به على سبيل الاعتياد أو مرة واحدة في حياته فلا يعتبر هذا العمل عملا تجاريا لكن هذه النظرية يعيبها عدم وجود معيار محدد للحرفة التجارية حيث أن الحياة التجارية متجددة كل يوم تطالعنا بأعمال تجارية لم تكن معروفة منذ قبل كما أنه وفقا لهذه النظرية لا يعتبر العمل المنفردا عملا تجاريا وهناك خمسة أعمال عددتها المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية تعتبر عمل التجاري حتى لو تمت مرة واحدة الخلاصة أننا لا نستطيع الاعتماد على نظرية واحدة من النظريات الأربع السابقة ولكن من الأفضل الاعتماد على جميع هذه النظريات في وقت واحد أو بضم نظرية إلى أخرى وبالتالي فالعمل التجاري هو الذي يتعلق بتداول السروات ويهدف إلى تحقيق الربح على أن يتم على وجه المقاولة من نسبة للأعمال التي يتطلع فيها القانون ذلك